هذا ويعقد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 20-23 في دورته الثالثة تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويأتي المعرض بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة كبرى تجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر جاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 بمشاركة عالمية في الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية السنة دي إن شاء الله إحنا عندنا جديد تعاوننا مع بعض الشركات الأجنبية أنتجنا حاجات في مجال الزخائر الجوية في مجال مركز القيادة في مجال برضو في التعاون مع وزارة الدخلية المصرية أنتجنا عربة لفض الشغب مصفحة سمناها قادر واحد برضو حضركم أشوفوها برضو في منظومات لمجابهة الطائرات المسيرة دي بالتعاون بين القوات المسلحة والهاية العربية التصنيع وأنا الحقيقة لازم أشيد هنا للتعاون لأن احنا بشغلش وحدنا احنا بشغل مع الشركات الأجنبية ومع عقول أبناء القوات المسلحة من الأفرع الرئيسية ومن الهيئات والإدارات المختلفة وبسواعد أبناء الهيئة العربية التصنيع ننفذ هذه الأفكار عندما كان يتم دعوتنا من الدول الخارجية المتقدمة أنها بتعمل مثل هذه المعارض بهذا المستوى أن احنا كنا بنبقى سعاداء أن احنا حنتعرف على قدرات وأمكانيات جديدة مما لديهم في هذا المجال أن احنا نصل بقى في مصر أن احنا وصلنا إلى هذا المستوى الراقي من الوصول بمستوى الصناعات العسكرية في مصر لهذا المستوى وفي نفس الوقت نفتخر ونعتزب أن احنا وصلنا إلى هذا المستوى رغما عن كل الضغوط والمصاحب اللي جديد نتعرض لها خلال هذه المرحلة إلا أن احنا محافظين على أن هناك يد تبني ويد تحمل السلاح المعرض هذا العام يشهد حضور أكثر من 400 عارضا من جميع انحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح وحضور العديد من الوفود العسكرية والزائرين لهذا المعرض الذي يحظى بشهرة عالمية في ذلك المجال رامي محمد التلفزيون المصري